وينضم إلينا عبر الهاتف من دبي مازن لعليوي المحلل السياسي سيد مازن أهلا ومرحبا بك كيف يمكن أن نقرأ أولا هذه الزيارة وأهم الرسائل التي خرجت من هذه المحادثات الزيارة هي زيارة مهمة جدا في توقيت أيضا مهم الأوضاع في المنطقة حارية جدا هناك عدم استقرار في اليمن في سوريا في دول أخرى بشكل عام هذه السيارة تمثل رؤية للدولتين من أجل وضع خيارات للحول ومخارج للأزمات كل من الدولتين لها ثقلها الأقليمي والدولي الإمارات أو السعودية وكلهما تقودان التحالف العربي لتحالف اليمن وتدعمان الجيش الوطني اليمني إلى ذلك العلاقات ليست بجديدة العلاقات بين الإمارات والسعودية علاقات قديمة وتاريخية أذكر أنه في العام 1967 أي قبل تأسيش اتحاد الإمارات بأربع سنوات زار الشيخ زايد رحمه الله وكان حاكما لأبو مبي الرياض والتقاء الملك فيصل بن عبد العزيزي رحمه الله أيضا وكثير من المسؤولين السعوديين وكانت تلك الزيارة أعتقد تأسيشية لعلاقات مستقبلية متينة وقوية تبشر بتعاوض وفي حين الولايات نعم في هذا التوقيت سيد مازن إلى أي مدى تعكس هذه الزيارة؟ استقرار المنطقة والمشهد السياسي في المنطقة العربية برمته أتوقع أن الأمور سوف تكون أفضل بعد هذه الزيارة لماذا؟ الرؤية المشتركة بين الدولتين تسعى للمخارج السلمية تسعى للسلام تسعى للإستقرار لم تدخل الإمارات أو السعودية التحالف العربي في اليمن اليمن أجل السلام اليمن واستقراره وكل منهما دعمت أيضا جهود الحلول في سوريا ودعمت الإغاثة وقدمت الكثير لليبيا ولغيرها إذن الموضوع بالنسبة للزيارة هو آفاق ربما تكون مختلفة عن السابق عندما يجري اللقاء وجه لوجه وتجربوا بواحثات بشكل متين أتذكر قبل يومين أعتقد دعمت الإمارات والسعودية اليمن إغاثيا وإنسانيا بنصف مليار دولار إذن للدولتين رؤية مشتركة وهذه الرؤية تسعى للحلول كل منهما لا تبحث إلا عن السلام نعم تعتى الحوثيين للحوار أكثر من مرة تعالوا وتفاوغوا وكونوا جزءا من المكون السياسي اليمني لكن طبعا الحوثيين يأخذون إملئات إيران ويرفضون الحوار ويحاولون أن يتلاعبون نعم أيضا ووضع شروط مسبقة لا يمكن تنفيذها من دبي سيد مازن العليوي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك